بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له المثل الأكمل في التواضع مع علو مقامه وشرف جنابه ويتجلى تواضعه صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله الخاصة والعامة وأموره الخارجية والداخلية البيتية فكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يخدم نفسه بنفسه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم وفي رواية ويرقع دلوه ويفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن حبان وصححه وابن سعد ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ولا يخص نفسه بركوب الخيل كما هو عادة الملوك والأمراء روا الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف والحمد لله رب العالمين